اشتركوا في القناة ورغالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة وأضاف الرئيس سيسي أن هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء وأنه يتذكر بكل إقلال وتقدير الشهداء الأبطال الذين لو لا هم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار قائلا مع النمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه هذا وأكد المتحدث العسكري أن قرار لرئيس سيسي بإلغاء مدحالة الطوارئ هو بمثابة جني الثمار وقرار كلا لا إنجازات عظيمة طلق بما دفع فيها من دماء الشهداء الأبرار كما أعرب المتحدث العسكري عن تهنئته للشعب المصري بهذا القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي يشهد ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم في باريس توقيع اتفاقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية وأكد مدبولي على همش زيارته للعاصمة الفرنسية أن توقيع الاتفاق يفتح المجالة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بحث وزير البترول طارق اللاملة مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياد سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا وأوضح الملة أنه تابع ونظره اللبناني مجرايات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين وذلك عبر الفيديو كونفرنس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقية دوريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز من جانبها أكد وزير الطاقة اللبناني أنه تم الاتفاق على إجراء المعينة والتقييم لخط نقل الغاز الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز إلى ألمانيا حيث يجتمع البلمان الألماني البوندستاك المنتخب حديثا في أول جلسة له بعد انتخابات الشهر الماضي التي أعادت ترتيب المشهد السياسي في بلاد الرعينة ومن المقرر أن يغري نواب القدود انتخاب رئيس جديد للبوندستاك الذي يعد ثاني أعلى منصف الدولة بعد الرئيس وبحسب النظام الألماني تتولى أكبر مجموعة برلمانية في البوندستاك منصب رئيس البرلمان الذي أصبح الآن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط ومن المقرر أن يحضر الرئيس الألماني فرانك بالتر شاينستاين ماير جلسة البوندستاك بدأ زعماء جنوب شرق آسيا قمة افتراضية برئاسة بروناي تناقش اللاقمة الأزمة في ميانمار وقهود مواجهة كورونا بالإضافة إلى القضايا الأمنية والاقتصادية وسينضم إلى المحادثات زعماء من خارج التكتل بمن فيهم الرئيس الأمريكي وزعماء الصين وروسيا ما في إسبانيا فيوصل البركان في جزيرة لابالما الإسبانية طورانه وأطلاق الحمم البركانية هذا هو دمر البركان حتى الآن ما يقرب من 900 هكتار ودمر حوالي 2150 مبنى كما تم إقلاء حوالي 7000 شخص منذ بداية حالة الطوارئ نهاية الموجزة مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما مطابعتنا على الإنترنت على extra news.tv كما يمكنكم مطابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب شكرا لكم على طيب المتابعة